كنابل تلقى من طائرات سعودية وبتوقع أمريكي ليخيم الموت على أطفال ونساء يمنيين اختارهم القدر أن يحملوا عبء عدوان ظالم على بلادهم منظمة هيومون رايتس واتش وفي تقرير نشرته أكدت أن الدعم الأمريكي لتحالف العدوان السعودي تجلى بتزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية وتقديم مساعدات مهمة لنظام الرياض بما في ذلك معلومات استخباراتية وناقلات الوقود المحمولة جواً وآلاف قطع الذخيرة والقنابل المتطورة جلبت الموت للشعب اليمني لافتة إلى أن مسؤولين أمريكيين قد يتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن المنظمة بيّنت في تقريرها أنه تم العثور في موقع حفر بئر مياه في أرحب محافظة صنعاء على قطعة ذخيرة أمريكية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة رايثون موضحة أنها المرة الثالثة والعشرون التي تتعرف فيها هيومون رايتش ووتش على بقايا أسلحة أمريكية في موقع هجوم للنظام السعودي في الوقت الذي يستعد فيه النظام السعودي للتوقيع على صفقة لشراء مزيد من الأسلحة الأمريكية بملايين الدولارات تدحدث مصادر أعلامية أمريكية عن أكبر صفقة تصدير سلاح تركي للسعودية في تطور يدل على سعي النظام إلى تنويع مصادر تسلحه في هجماته العدوانية على اليمن بعد فشله الذريع أمام صمود الشعب والجيش اليمني ترجمة نانسي قنقر